أعلن رئيس الروسية فلاديمير بوتين أن جميع المحاولات للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية باءت بالفشل بسبب موقف كييف وخلال منتدى البيئة للشباب بروسيا اتهم بوتين السلطات الأوكرانية بشن أعمال وصفها بالعدائية بمنطقة دونباس مشيرا إلى أن المنطقة شهدت عمليتين عسكريتين كبيرتين بالأسلحة الثقيلة وأضاف أن الأعمال العدائية لا زالت متواصلة بالمنطقة وشدد الرئيس الروسي على أن مهمة موسكو هي حماية المنطقة ومساعدة قاطنية قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلناسكي أنه ناقش نتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة ذرية لمحطة زابوريجيا النووية مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون وأوضح زلناسكي أنه أطلع ماكرون على الوضع في الجبهة ومسار مواجهة القوات الروسية مشيرا إلى أنه تم تنسيق المزيد من الدعم الدفاعي من فرنسا أعلنت شركة أوكرانية حكومية فصل آخر مفاعل يعمل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية وقالت الشركة إنه تم إغلاق المفاعل رقم ستة وفصله عن الشبكة وذلك بسبب حريق اندلع إثر القصف وألحق أضرارا بخط كهرباء يربط هذه الوحدة بالشبكة الإلكترونية وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اتفاقا يشمل تقديم مساعدة قدرها يصل إلى 500 مليون يورو ومن المقرر أن تكرس المساعدة للسكان النازحين وتعليمهم إلى جانب الزراعة هذا وقد أعلنت هذه المساعدة وتم الإعلان عنها بشكل جديد على هامش اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل وشارك فيه رئيس الوزراء الأوكراني دانس شيميغال اشتركوا في القناة